أعلنت وزارتاء الكهرباء والبترول الانتهاء من إجراء تخفيف الأحمال الكهربائية لساعة إضافية والذي اقتصر على يوم أمس فقط مثل ما كان مقررا له وذلك في ضوء أعمال الصيانة الوقائية لجزء من شبكات تدول الغاز الإقليمية مع زيادة معدلات استهلاك الكهرباء نتيجة ارتفاع درجات الحرارة وأكدت وزارتاء الكهرباء والبترول عودة الأمور إلى طبيعتها وفقا لنظام تخفيف الأحمال الذي كان ساريا من قبل حيث إن هذا الإجراء كان ضروريا للحفاظ على الكفاءة التشغيلية للشبكة القومية لنقل الكهرباء والشبكة القومية للغازات الطبيعية وفيما يتعلق بضخ الغاز الطبيعي لمصانع الأسمدة يشار إلى أنه اعتبارا من الغد سيجري العودة التدريجية لإمدادات الغاز عقب ما تم أمس من إجراء مؤقت لتخفيض الإمدادات وتوجيه حصتها من الغاز إلى محطات توليد الكهرباء في ضوء أعمال الصيانة الوقائية للشبكات